الشبكية الجزء الخلفي من العين برغم ان احنا بنشوفه ان العين الطفل سليمة وكلنا بيبقى فيه شوية تحول كده في اول ثلاث شهور فيه بعد الولادة الا ان الجزء الخلفي من العين اللي هو الشبكية لو نقدر نجيب الماضي يا جماعة اللي بيطلع منه الاوردة والشرايين عشان تغذي الشبكية لغاية الاطراف بتبقى اكتمال هذا الجزء الحساس الذي يستقبل الصورة بعد في اخر شهر التامن فبالتالي لما بيحصل كده لو ممكن نجيب الماضي في المعاني اللي سبحت لما بيحصل ان الطفل بتولد قبل شهر التامن دي هنا ده العصب البصري العصب البصري موجود خلف الشبكية في الجزء الخلفي من العين بتطلع منه الاوردة والشرايين اللي هي الخطوط الزرق والخطوط الحمراء دي عشان توصل الاوردة والشرايين لاخر طرف الشبكية اللي هي الصفرة دي ده بيحتاج ان الطفل يكون تم 8 شهور في الحمل لما الطفل ما يتمش 8 شهور من الطبيعي والمنطقي ان هذه الاوردة والشرايين ما توصلش للجزء الاخراني من الشبكية يبدأ عندي جزء واصله غذاء وجزء مش واصله غذاء هذا الجزء الخلف الجزء الامامي او الجزء الطرفي اللي مش واصله غذاء على حسب درجة نمو الطفل بيبقى محتاج اكسوجين ومحتاج الاحماض الامينية والجلوكوز وغيره عشان يقدر يعيش لان ده جزء مفروض بيبقى فيه الخلايا الضوائية عالية المطالب الغذائية احنا طول ما احنا نفتحين عينينا بنشوف واتخالوا ان احنا بنشوف بايده من قريب في كل حاجة في جزء من جزء من جزء من الثانية من غير تعب او ارهاق او جهاد للين ده يساوي ان الجهاز المحطوط اللي بيستقبل الصورة وبيترجمها وبيبعثها المخ عشان نشوف الصورة لازم يبقى علي كفاءة علي كفاءة يعني اعلى نسبة ضخ للدم واعلى نسبة حرق للمواد اللي بيطلع الطاقة في العين تماثل نسبة الحرق وشغل المخ لما بيحصل كده بيحصل ان هذا الجزء الطرفي اللي مش جايل للأكسوجين ابتدي اين دولة جماعة أنا جاين أنا عطشان الحقوني احنا بنتكلم في شهر بعد الولادة احتياجات بتتضخم وتتضاعف شهر بعد الولادة يحصل ايه لهذا الجزء اللي هو مش وصله الأكسوجين وصاد الجزء اللي وصله الأكسوجين تبتدي الجسم في نوع من التفاعل غير منتظم يعني طفل الجسم بتفاعل غير منتظم إن هو يطلع بعض الأنابيب الدموية الأنابيب الدموية دي من شعارات دموية جوه الشباكية غير مكتملة النمو هكمل لكم الحياة الحكاية الشيقة دي بعد الفاصل لرفع الأداء